أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعتنا اليوم السبت 27 اثنين 27 شباط القمر اليوم موجود في منزلة الصرفة وهي للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء وثبات الموظفين ورح يمكت فيها حتى تمام الساعة 12 و24 دقيقة من منتصف الليل ليوم السبت 27 اثنين لينتقل بعدها لمنزلة العواء وهي للربح والحرية والزواج طبعا إحنا الآن موعد بث الحلقة هي فترة خلوه ومسار رح تستمر لغاية الساعة 5 و6 دقائق بتوقيت جرانيتش طبعا إحنا من بث الحلقة الساعة 3 بتوقيت جرانيتش يعني ضايل ساعتين تقريبا والقمر خلاص باستقر في برج العذراء وزي ما حكينا أنه فترة خلوه ومسار هاي فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوه ومسار طبعا القمر بما أنه رح ينتقل زي ما حكينا للعذراء فالتأثير رح يكون على جميع الأبراج بالفترة هاي منعود الآن لطبيعتنا الجادة ومننتبه أكثر لصحتنا بممارسة تمرين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط وما منترك لا شردة ولا وردة دون تفحصها منجد أنه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دور هام بنشعر أنه الناس شحيحون في عطاءهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا ونتفقد أنفسنا برضو ونتوهم أمراض ما إلها وجود هاي أفضل فترة للتخلص من عادة سيئة كالتدخين وشرب الكحول وبوسعنا اقتناء حيوان أليف ومطالعة كتاب مفيد والبدء بوظيفة أو عمل جديد طبعا بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل اليوم فعنا زاولتين فلكيات الأولى رح تكون زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين أورانوس وهي رح تكون في تمام الساعة 5 و53 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منها ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تقابل سلبية رح تكون بين القمر والشمس يعني بمعنى آخر اكتمل القمر أو هاي مرحلة الاكتمال تقابل القمر والشمس يعني اكتمال اقتران القمر والشمس يعني ولاة الهلال طبعا الاكتمال هذا رح يكون في تمام الساعة 8 و17 دقيقة صباحا هاي الزاوية بتخلق لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والافكار مما ينعكس سلبا على علاقتنا مع الاخرين طبعا القمر بما انه رح يكون موجود بالعذراء فخلو المسار القادم رح يكون يوم الاحد 28 اثنين رح يبدأ في تمام الساعة 3 و57 دقيقة مساء ورح يستمر حتى تمام الساعة 7 و16 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج لا ينتقل القمر لبرج الميزان بالنسبة لعمر القمر القمر زي ما حكينا القمر المكتمل اليوم 16 يوم في تمام الساعة 3 و46 دقيقة بعد العصر بيصبح 17 يوم نسبة الاضاءة بتكون 100% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم 23 سعيدة بنسبة 45% القمر في العذراء حتى يوم 28 اثنين سعيدة بنسبة 15% عطارد في الدلو حتى يوم 15-3 منتحس بنسبة 10% الزهرة في الحوت حتى يوم 25-2 مزاجها سعيد بنسبة 0 يعني بمعنى بلشت مراحل السعادة ولكن بسبب زوايا تقابل مع القمر فهي ضعيفة شوي فمزاجها صفر اليوم اما بالنسبة للمريخ في الثور حتى يوم 4-3 سعيد بنسبة 15% اما بالنسبة للمشتري في الدلو حتى يوم 13-5 منتحس بنسبة 25% زحل في الدلو حتى يوم 23-5 منتحس بنسبة 10% طبعا اللي سألوا عن سبب الانتحاسة ليش زحل منتحس زحل والمشتري وعطارد ثلاثة منتحسات بسبب زاوية التربيع اللي بتتشكل ما بينهم وما بين اورانوس وهم على اول درجات وزاوية التربيع حادة جدا فعشان هيك الانتحاسة بتظل عالية على هدول الكواكب اما بالنسبة لأورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 25-6 سعيد بنسبة 15% بلوتو في الجدي حتى يوم 27-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا القمر بما انه انتقل وصار موجود في البيت السادس فاليوم التركيز رح يصير على العمل وعلى الصحة اكثر شيء فعشان هيك بتكون تنتبهوا لأعمالكم لصحتكم شوي الاجواء ممكن تكون متوترة ممكن طاقتكم تبلش تضعف شوي فحاولوا قدر الامكان تبتعدوا عن الوسواس ما تتوهموا اي شيء الاجواء ان شاء الله انها بتمضي على خير اما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا هنا القمر بيأثر تأثير ايجابي بما انه بدي يسوي زاوية تتليث بين القمر وبين اورانوس وهي ايجابية فهي بتعطي فرص جيدة ولا موليد العشرية الاولى لا منكاسب مالية بتيجي من عمل اضافي مستردات بات نوع من انواع الدعم ولكن برضو الافضل التقليل من المصاريف اما بالنسبة للعشرية الثالثة برضو بتجيها فرص ولكن مصاريفها بتيجي بتهور فحاولوا قدر الامكان انك تضبطوا ميزانيتكم بالنسبة للعشرية الثانية ما في اي تأثيرات بالعكس يعني امورهم طبيعية بالنسبة للبيت الثالثة الاجواء جيدة على مستوى التنقلات والاتصالات ولكن عصبيتك او تقلب المزاج عندك او اندفاعك في بعض المسائل ممكن يخليك تحتد وتعصب فعشان هيك يقول لك حاول انك تضبط اعصابك قدر الامكان حاول انك ما توجه لا انتقاد ولا لوم ولا عاصبية بالفترة هاي اذا كان عندك تنقلات او عندك حوارات حاول انك انت يعني تكون ماسك اعصابك وتنتبه على اساس انه ما يصيرش حوادث او يصير مشاكل اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء هنا بتركز على مسائل الهاب للبيت في نوع من انواع التعاطف ما بينك وبين افراد العائلة ممكن تهتم ببعض المسائل البيتية او المشتريات او الترتيبات اهم شي انك ترتب امورك بشكل جيد بدون ما انك تعصب او تهمل اوضاع البيتية بالنسبة للبيت الخامس طبعا ممكن اليوم توجه اي انتقاد او كلام او حتى انه ممكن تقلق على صحة احد الاحبة او يصير توتر بطريقة التعامل ما بينك وبين احد الابناء او احد الاحبة حاول انك تمسك عصابك ما في داعي للتصعيد اما بالنسبة للبيت السادس فطبعا بيتراكم فيها العمل اكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في انجاز الكثير من اعمالكم انتبهوا جيدا لصحتكم حاول ايجاد الحلول وعالج المسائل الطارئة للتوصل الى اتفاق ابحث عن حليف او دعم وتجنب الاساء الى اصدقائك وشركائك حاذر برضو من التراجع الصحي اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء هنا بتركز على مسائل لها علاقة بالشراكة الاجواء ممكن اليوم اما انه يصير فيه نوع من انواع التوتر او القلق او محاولة حل مسألة ما بينك وبين الشريك ولكن ضبط الاعصاب مطلوب عشان ما تتصاعد الامور بشكل سلبي بالنسبة الى البيت الثامن على المستوى الاموال المشتركة الاجواء الاجابية ممكن تنشط بترتيب بعض الفواتير او الدفعات او ترتيب وضع مالي معين حاول انك ترتب امورك وما تندفع ما تتهور ما تجازف ما تغامر يعني بمعنى اخر بدك تكون حذر اثناء تصريف امورك المالية اذا بدك توقع على اي ورق حاول انك تستشير اصحاب الاختصاص رغم ان الفترة هاي جيدة لطرح مشروع او فكرة مالية اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء بتضغطك على مستوى الاتصالات البعيدة وتواصل مع اشخاص خارج البلاد حاول قدر الامكان انك ما تعصب ما تنزعج اذا كان عندك امتحان او مقابلة جامعية تحديدا حاول انك تدرس وتناقش باستعداد يعني بدك تكون مستعد ما تعتمد على الحظ فيها اللي عنده قضايا قضائية او اوراق قانونية برضو نفس الشيء بده يكون مجهز اموره بشكل ايجابي اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء هنا بتدعمك على مستوى بيت السمعة بشكل قوي اليوم تقدر تعزز من سمعتك وبتقدر تدعم حالك وممكن انك تعمل بعض الامور بشكل ايجابي ممكن انت اليوم تحاول انك تسهل بعض الامور عن طريق واسطة او معرفة او تستغل بعض معارفة لحل بعض الامور الايجابية اما بالنسبة لبيتك 11 على مستوى بيت الصداقة انتبه واحذر من اي سوء تفاهم ممكن يصير بما بينك وبين احد الاصدقاء حاول انك ما تعصب ما تتهور ما تبالغ بردات فعلك خلال هذا اليوم ممكن يكون في نوع من انواع العتاب او نوع من انواع المراجعة لأحد الاصدقاء بسبب سوء تصرفه اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء هنا جيدة جدا بتدعمك رغم انه زوايا تقابل كلها جاية على بيتك يعني بيت المتاعب بس اهم مش انك تنتبه لصحتك وانتبه لغذائك وراحتك وحاول انك ما تجازف وما تغامر بامور انت بتجهلها برج الثور طبعا اليوم الحظوظ رح تدعمك بشكل قوي وممكن اليوم الطاقة اللي عندك تكون باعلى يعني اعلى اوجهة بمعنى اخر حاول قدر الامكان انك انت تشحن حالك برضو بطاقة ايجابية عشان تستفيد من هاي الطاقة الحظوظ معك مش ضدك وفي نفس اللحظة الجو عاطفي وبرضو ممكن اليوم تنشط ببعض الغراميات ما بينك وبين احد الاحبة او احد الابناء اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء هنا بتركز على مسائل الها علاقة بالامور المالية دير بالك من المصاريف ودير بالك من تراكم بعض الامور المالية حاول انك انت تنجز اعمالك بالكامل وفي نفس اللحظة ما تبالغ بمصاريفك اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء بتدعمك على مستوى الاتصالات والتنقلات والحوارات سرعة البديهة لصالحك دعميتك بقوة برضو في نفس اللحظة عندك قدرة لانجاز كثير من الامور خلال هذا اليوم اهم على مستوى مسائل الها علاقة بالمقابلات المناقشات الامتحانات يعني الاجواء بتدعمك بشكل قوي اهم اشي انك انت ترتبها وفي نفس اللحظة انك ما يعني ما تعصب هذه اهم نقطة يعني اضبط عصبيتك ممكن يكون لك تعامل مع اخ او جارة اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت تقريبا اهدى شوي ولكن برضو ممكن يصير فيه نوع من انواع سوء التفاهم او يتسرب لك بعض الكلمات او ممكن بعض الاعطال او الاهتمامات المنزلية اللي شوي بتطلب منك انك تتابعها وما تهمل فيها نهائيا اما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا القمر موجود بتظل الرغبة قوية في التقرب من احبائكم واجاد قاسم مشترك بجمعكم فيهم بحيطك الفلك بالحيوية والحماسة لمتابعة المساعي والتواصل مع المحيط ممكن يكون يوم من افضل ايام الشهر واوثرها حظا وبتشعر بالطمأنينة والراحة اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء على مستوى العمل ممكن يصيبك نوع من انواع الايرهاق او يتراكم عندك بعض العمل او تتراكم عندك بعض الامور ما تقدر تتممها بالكامل وممكن انه شوي هيك تجد انه اكثر من عمل في نفس الوقت بدك تنجزها مع بعض ممكن على شكل اتصال او حوار او ترتيب اهم اشي انك تراقب وضعك الصحي ما في داعي انك تهمل غذائك وراحتك اما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي الاجواء جيدة وبتدعمك بقوة وبتعمل تقارب جيد ما بينك وبين شركائك فعشان هيك الاجواء ايجابية بتعزز من القوة ما بينك وبين الشريك يعني ما بينك وبين الزوج او الزوجة او الخطيب يعني الاجواء هنا ايجابية بتدعم العلاقة ممكن انت تراجع عن قرارات سابقة او تبدأ بصفحة جديدة بالنسبة للبيت الثامن طبعا الاجواء هنا مش بالقوة على مستوى الاموال المشتركة فبدك تنتبه على التزامات مالية ما تحاول تلتزم بالتزام مالي انت مش قد انك توفي فيه ممكن تهتم ببعض المسائل المالية لها علاقة بالاوراق القانونية والمعاملات او اشي العلاقة بضريبة بنك يعني هذا اللي بشغل فكرك خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام ببعض المسائل اللي لها علاقة بالسفر او حتى الامتحانات الجامعية والمقابلات فممكن تستغل كثير من الامور خلال هذا اليوم لصالحك من كل الامور اللي ذكرناها حتى على مستوى المعاملات القانونية اما بالنسبة للبيت العاشر فعلى مستوى بيت السمعة بنقولك ما تجازف ما تغامر ما تشوه سمعتك ما تدخل بمواجهة او عنادة او حديت الطباع ما بينك وبين المسؤولين او مسؤولين عنك بالعمل او مخالفات قوانين او انك تهمل اعمالك او تدخل بصدامات مع رئيسك بالعمل مثلا او تهمل وظيفتك اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء هنا تقريبا فيها نوع من انواع الايجابية على مستوى الاصدقاء اليوم ممكن تشعر بتحالف او يتحالف معك صديق في مسألة معينة ممكن اليوم تنجز بعض الامور بشكل ايجابي اهم اشي انك انت ترتب امورك ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او تسعد باتصال او بتواصل صديق معك اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء ضاغطة عليك فعشان هيكي منرجع منذكر انه لا تهمل صحتك تهملش غذائك تهملش راحتك وتهملش اعمالك برضو خلال هذا اليوم ممكن اليوم تقلق على صحة احد الاحبة برج الجوزة طبعا اليوم الهدوء رح يكون سيد الموقف يعني بتحس انه اليوم عندك نوع من انواع الملل او مش قادر انك تعمل اي شيء او ما عندك رغبة انك تحقق اي شيء رغم انه الاجواء فيها بعض الايجابية اللي ممكن تكسبها اذا شحنت حالك بطاقة ايجابية اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء بتركز على الامور المالية فعندك مكاسب الى علاقة بالمال ممكن اليوم انك تحقق بعض المكاسب من عمل اضافي او مستردات او هبات او نوع من انواع الدعم ولكن مرضو رغم هيك بدك تحاول قدر الامكان انك تضبط اعصابك عند صرف الفلوس بالنسبة للبيت الثالث الاجواء بتركز على الاتصالات والحوارات والنقاشات بشكل كبير ممكن اليوم تنجز كثير من اتصالاتك او يكون عندك كثير من التنقلات اهم اشي انك انت تضبط اعصابك اثنان النقاشات في منكم رح يهتم بمسائل الها علاقة بالامتحانات او بالمدارس او بالتعليم الا اجواء تقريبا ايجابية والحضوظ بتدعمك في هاي المسألة ممكن يكون لك تعامل مع اخ او جار اما بالنسبة للبيت الرابع طبعا بتنشغلوا في تنظيم اموركم البيتية والعائلية بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم بتشعر ببعض الحزن والتعب وبتبحث عن ملاذ امن لا تنتقد اقرب الناس لا اليك ممكن تلمس انواع التوتر على صعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط والامور الطارئة اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء هنا بتركز على مسائل الها علاقة بالعاطفة احذر من خلاف او نقاش او سوء تفاهم ما بينك وبين الحبيب مش بشكل قوي ولكن الاجواء بتضغط عشان هيك بدك لازم احذرك ممكن اليوم يكون لك اهتمام باحد الاحبة او احد الابناء او امور الها علاقة بالنشاط الفكري بالنسبة للبيت السادس الاجواء بتركز على امور العمل اليوم ممكن تنشط لانجاز بعض الاعمال الضرورية والمهمة ممكن تكون اعمال بيتية او ممكن تهتم ببعض الشؤون الصحية والاهم ممكن تكون صحة احد افراد العائلة او احد المقربين لا اليك اما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكة بدك تدير بالك من اي نقاش او حوار او سوء تفاهم ممكن يصير بينك وبين الشريك او الزوج خلال هذا اليوم فالحذر مطلوب ما في داعي انك انت تنفعل وتعصب وما تكبر الامور عشان ما يصير خلاف كبير اما بالنسبة للبيت الثامن الاجواء بتدعمك على مستوى الاموال المشتركة فممكن تحقق بعض الانجازات او تحل بعض الامور اللي الها علاقة بالمسائل المالية الاهم انك ما تبالغ بحضوظك الفترة هاي انجز كل الملفات المشتركة حاول انك تروج لشيء او لسلعة او لقرض معين او لا سداد بعض الامور المالية او الاستشفائية من نسبة للبيت التاسع طبعا اليوم اذا في عندك سفر او عندك امتحان لا تعتمد على الحظ بدك تدرس بشكل جيد لامتحاناتك وخصوصا الجامعية او مقابلات اذا عندك سفر بدك تتفقد تذكرتك واغراضك وحتى سيارتك اذا بدك تسافر بر وفي نفس اللحظة انتبه على الطرقات اذا عندك اي نقاش الاعلاقة بالفلسفة والدين اضبط اعصابك انت مش جاهز لهاي الامور اما بالنسبة الى البيت العاشر فالاجواء هنا بتركز على بعض المسائل اللي الها علاقة بالسمعة الاجواء بتدعمك بشكل قوي ممكن تدافع عن سمعتك او تعزز سمعتك او تقدم طلبات لتوظيف او لعمل وفي نفس اللحظة ممكن تستفيد من بعض العلاقات لمساعدتك في امر ما اما بالنسبة لبيتك 11 الاجواء هنا بتدعمك على مستوى بيت الاصدقاء رغم ان الاجواء فيها بعض الضغوط يعني سوء التفاهم من صديق ولكن ممكن اصدقاء اخر انت تندمج معهم او يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او تسعد بلقاء الاصدقاء او باتصال او بتعاون الاصدقاء معك اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء هنا تقريبا جيدة على مستوى الصحة ومستوى العمل مستوى انجاز بعض الامور المهمة اهمش انك ترتب او باراقك ومعاملاتك وما تدخل على اماكن مشحونة او خطرة وفي نفس اللحظة بدك تنتبه لغذائك وراحتك برج الصرطان طبعا القمر اليوم انتقل للبيت الثالث عندكم للعذراء فعشان هيك الطاقة صارت اعلى فالايجابية صارت ممتازة وفي نفس اللحظة رغبتك او طاقتك كبيرة ورغبتك للتحرك او للحوار والنقاش والاتصالات عالية جدا بالنسبة للبيت الثاني طبعا الاجواء اليوم على مستوى الامور المالية ممكن تحمل بعض المصاريف او الالتزامات او المشتريات او ترتيب وضع مالي معين حاول انك ترتب امورك المالية بعقلانية بدون مبالغات اما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا كونوا اكثر وعي على الطرقات خاصة في السفر داخل المدن لا تدخلوا في نقاش حاد مع اخ او جار بسجل اليوم لقاء مهم او اتصال مفيد بتجري ابحاث ومفاوضات ناجحة بتقوم بزيارة او بتلاحق عمل ملح وضروري خلال هاي الفترة او الفترة المقبلة لاجواء ايجابية ودعمتك حتى على مستوى امور الها علاقة بالامتحانات والمناقشات اما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت ممكن يصير في اعطال او تراكم بعض الاعمال او مسألة عائلية او حدث عائلي معين ممكن يربكك او يخليك تهتم فيه بشكل كبير حاول انك تضبط اعصابك ما في داعي للانفعال وما تهمل الشؤون البيتية اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى امور العاطفي وبتعزز من علاقتك العاطفية ما بينك وبين الاحبة وبتعمل تقارب جيد ما بينك وبين الحبيب او احد الابناء وممكن اليوم تحقق اشياء كان صعب انك تحققها بالفترة الماضية لاجواء جيدة على مستوى العاطفي وعلى مستوى المصالحات اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء هنا بتضغطك على مستوى العمل ممكن تجد انه بعض الاعمال ما بتقدر تنجزها او تتراكم عليك او يوكلك بعض الاعمال اللي بتطلب جهد كبير لحلها وممكن تنشغل ببعض القضايا الصحية اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء جيدة بتعزز من علاقتك ما بينك وبين الشريك او ما بينك وبين الزوج بشكل ايجابي وممكن تتمم بعض الاعمال المشتركة وفي منك ورح يهتم لمصالحة او لفتح موضوع او طلب التعاون ما بينك وبين الشريك في بعض الامور بالنسبة للبيت الثامن الاجواء هنا بتضغط على مسائل لها علاقة بالاموال المشتركة بشكل سلبي فانتبه على اموالك من السرقة وضياع والمحاسبة المالية على بعض النقاط او انك تبالغ بمصاريفك او حتى بالوسواس بدك تنتبه من هاي النقاط اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء جيدة على مستوى امور الهلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة وامتحنات الجامعية والمناقشات المقابلات التعامل مع الاجانب حتى بالنقاشات الفلسفية والدينية اليوم رح تكون نشط فيها بشكل كبير اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء على مستوى بيت السمعة بتقولك لا تجازف ولا تغامر وما في داعي لأي خلاف او نقاش او حوار يصير ما بينك وبين المسؤولين وما تدخل بأي صدم ما بينك وبين زملاءك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة بالاصدقاء اليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة وممكن تسعد بلقاء بعض الاصدقاء او تعالج مسألة كانت ما بينك وبين احد المعارف او يبادر احد المعارف بمساعدتك في مسألة ما اما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فبنقولك لا تهمل صحتك ولا تهمل تغذيتك ولا راحتك وبرضو ممكن تحمل لك قلق على صحة احد الاحبة برج الاسد طبعا اليوم الطاقة اعلى لانه القمر صار منتقل للبيت الثاني لالك فعشان هيك اليوم تشعر بنوع من انواع الحيوية كأنه في طاقة كبيرة قاعدة بتشحنك او بتعوض الاشياء اللي فاتتك في الفترة الماضية بالنسبة للبيت الثاني طبعا القمر صار موجود بالعذراء بيتك الثاني اهم اشي انك تخفف من النفقات قدر المستطاع ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية واحرصوا على مالكم من الضياع او السرقة ممكن تناقش موضوع مالي لا تتسرع في اي استثمار قبل مراجعة التفاصيل ما تبذر اموالك وكون عاقل ومتيقذ قبل توقيع على العقود وحدد اهدافك اما بالنسبة للبيت الثالث الاجواء هنا بتضغطك على مستوى الاتصالات والحوارات بتشوف انه شوي عصبيتك ظاهرة او تسرعك اليوم فبدك تنتبه اثناء قيادة السيارة واثناء النقاشات وحاول انك ما توجه انتقاد لاذع للاشخاص اللي بتتعامل معهم اذا عندك امتحان او مقابلة بدك تدرس وتستعد بشكل جيد وما تبالغ بالحضور ممكن اليوم يصير فيه نقاش ما بينك وبين احد الاخوي او احد الجيران اما بالنسبة البيت الرابع على مستوى الاجواء المنزلية الاجواء ممتازة جدا وبتعمل تقارب ما بينك وبين افراد العائلة وممكن تحل بعض المسائل العائلية او تهتم بشأن عائلي معين اهم اشي انك تشحن حالك بطاقة ايجابية بدون ما تنفعل وبدون ما تعصب اما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الاجواء حساسة شوي ممكن تقلق على احد الاحبة او يتراكم عندك بعض الاعمال اللي الها علاقة اما بالحبيب او ما تقدر تتمم امور الها علاقة بالاحبة او تقلق على مسألة الها علاقة باحد الابناء حاول تشحن حالك بطاقة ايجابية وما تغامر بملد ذاتك خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء هنا بتركز على العمل اليوم رح تنهمك بانجاز بعض الاعمال او الاهتمام بعمل معين او بشأن صحي ولكن الارجح انه هو شأن صحي لأحد الاحبة والاعمال ممكن تكون كثير وعندك قدرة لانجازها ممكن احد الزملاء يساعدك في انجاز بعض الاعمال اما بالنسبة للبيت السابع الاجواء ضاغطة على مستوى تعاملك ما بينك وبين الشريك ضبط الاعصاب مطلوب ما في داعي للحدية ولا العصبية ما في داعي لا اثارة المشاكل او انك انت ويا تكبروا الخلاف ما بينكم لانه الفترة هاي ممكن الخلافات تصل لحد عالي جدا فبدكوا تكونوا حذرين اما بالنسبة للبيت الثامن الاجواء على مستوى الاموال المشتركة جيدة جدا وبتدعمك وبتعمل تقارب جيد على المستوى المالي ممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة وفي منك ورح يهتم ببعض المسائل اللي يلها علاقة بالاموال المشتركة زي امور بنك غريبة تأمين او اموال ما بتعود لك ممكن تكون مشغول فيها فاليوم تقدر تتممها وتنجزها بشكل جيد اللي بدو يقدم لقرض او لمساعدة اليوم مناسب اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء هنا ضاغطة فعشان هيك اذا عندك امتحان جامعي او مقابلة جامعية بدك تدرس وتستعد وما تعتمد على الحضوظ اذا عندك سفر بدك تتفقد كل اوراقك بشكل جيد اذا كان عندك اتصالات مع اشخاص اجانب ضبط الاعصاب مطلوب ما في داعي للعصبية اذا بتنتظر بريد او مراسلات من خارج البلاد بدك تصبر يعني اقل ما فيها يومين لحديث ما القمر ينتقل على الميزان فبتكون الاجواء افضل اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء هنا بتركز على بيت السمعة اليوم جيد لتقديم طلبات العمل والتوظيف علاقتك مع رؤسائك زملائك بالعمل ممكن تسمع اطراء او ثناء على بعض المجهودات او على بعض انجازاتك اما بالنسبة الى بيتك 11 الاجواء هنا ضغطة على مستوى بيت الاصدقاء فممكن تتهرب من بعض الاصدقاء وممكن يصير فيه خلاف ما بينك وبين احد الاصدقاء حاول قدر الامكان تضبط اعصابك ما في دعي لا اثارة الخلافات او تكبير الامور ما بينك وبين الاصدقاء اما بالنسبة لبيت المتاعب عندك فمنقول لك الاجواء جيد على المستوى الصحي وعلى المستوى النفسي ولكن بدك تنتبه على غذائك وراحتك ممكن تقلق على صحة احد الاحبة برج العذراء طبعا اليوم تشعروا بالثقة او ثقة كبيرة بالنفس وقدرة على السيطرة على زمام الامور بتكون مميز باداءك في الفترة واعدة بخبر او تسوية او انطلاقة او مرحلة جديدة بتطرح افكار جديدة وبتجتهد في انجاح مشروع جديد عندك حماسة ووضوح في الافكار بشكل كبير اما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا بدك تظلك حذر على مستوى الامور المالية من بعض المصاريف او من بعض الاشخاص اللي ممكن يستغلوك فعشان هيك دير بالك على فلوسك من السرقة والضياع والمصاريف اللي ما إلا داعي اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والتنقلات والامتحانات الاجواء جيدة ابتدعمك بقوة خلال هذا اليوم وممكن اليوم برضو تشعر بسرعة البديهة عندك عالية جدا وقدرة عالية جدا على حل كثير من الامور ممكن يكون لك تعامل مع اخ او جار اما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الاجواء شوي فيها نوع من انواع الضغط حاول قدر الامكان انك تضبط عصابك ما في داعي للانفعال او للتهور وبرضو في نفس اللحظة دير بالك تهمل اوضاع المنزلية في منكو رح يكون قلق بشأن احد افراد العائلة او بشؤون عائلية او بيتية بالنسبة للبيت الخامس الاجواء جيدة بتدعمك بقوة على المستوى العاطفي وبتعزز امور بشكل كبير على المستوى العاطفي ما بينك وبين الاحبة وممكن يكون لك اهتمام باحد الاحبة بشكل مباشر الحظ بيدعمك في كثير من المسائل اكثر من المستفيدين هم وليد العشرية الثالثة عما بالنسبة للبيت السادس فبقول لك بدك تدير بالك على انجاز اعمالك حتى وانكثرت او تراكمت حاول ما تخلي اعمالك تتراكم عليك وفي نفس اللحظة بدك تدير بالك على امورك الصحية راقبها ما في داعي انك تهمل غذائك وبرضو ما حاول انك ما تدخل باي خلاف مع اي شخص بيعمل معاك او شريك لايلك بالنسبة للبيت السابع الاجواء هنا بتقول لك بدك تدير بالك شوي على مستوى الشراكة الاجواء صحيح انها جيدة وبتدعمك بقوة وبتعزز امور الشراكة ما بينك وبين الحبيب الا انه في بعض اللحظات ممكن تفقد السيطرة او انه يعني شوي توجه بعض الكلمات من خلالها ممكن يصير في خلاف ما بينك وبين الشريك اما بالنسبة لبيت الثامن فالاجواء روتينية على مستوى الاموال المشتركة فممكن تهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة بالغروض او الديون او سداد بعض الاموال اهم انك ما تبالغ بمصريفك بالنسبة للبيت التاسع الاجواء جيدة على مستوى امور الها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والتواصل مع اشخاص خارج البلاد وعلى مستوى الامتحانات الجامعية والدراسة تدعمك بقوة وفرصة انك اليوم تستغلها اذا كان عندك سفر او عندك مراسلات اتممها في هذا اليوم برضو على مستوى الاوراق القانوني والمعاملات برضو الامور جيدة بالنسبة للبيت العاشر طبعا الاجواء هنا بيت السمعة بتقولك ما تجازف ما تغامر ما تشوه سمعتك ما تدخل باي خلاف او نقاش او حوار ممكن يحتد ما بينك وبين زملائك بالعمل او ما بينك وبين رئيسك بالعمل اما بالنسبة لبيتك احداش فالاجواء هنا بتدعمك على مستوى بيت الاصدقاء بتعزز من علاقتك من صداقاتك من اسلوبك في التعامل مع الاصدقاء اليوم ممكن يبادر احد الاصدقاء بدعمك بمسألة معينة وممكن تنجز امور كان صعب انك تنجزها بالفترة الماضية بمساعدة صديق ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او تسعد بلقاء الاصدقاء اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء يعني تقريبا منقدر نقول انها صارت احسن من الفترة الماضية ولكن ممكن القلق يكون على صحة احد الاحبة اهمش انك تراقب غذائك برضو وما تهمل صحتك انه لسا الاجواء ما اعطت الطاقة الكاملة لا اليك على المستوى الصحي ما العمر ما بيخوث ما في داعي للقلق ولا للوسوس برج الميزان طبعا اليوم القمر موجود في العذراء في برج العذراء يعني معنى هيك انه القمر صار موجود في بيت المتاعب طاقتكم شوي بتكون ضعيفة برضو بتكون تهتموا بحالكم بصحتكم وحاولوا انك تنجزوا عمالكم ما ترهقوا حالكم بشكل كبير اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء جيدة على المستوى المالي فممكن اليوم تحصلوا بعض المكاسب من عمل اضافي او مستردات او هبات او ترتبوا وضع مالي معين اهم شي انكم ما تبلغوا بالمصريف اما بالنسبة للبيت الثالث حاولوا انكم تكونوا واضحين في نقاشاتكم حواراتكم ما تبلغوا او تجازفوا بالحضوض اليوم ممكن الحظ يتخلى عنكم وممكن يصير فيه نقاش او حوار ما بينك وبين احد الاخوي او احد الجيران بدك تضبط عصابك مرضو بدك تنتبه اثناء قيادتك للسيارة اما بالنسبة للبيت الرابع الاجواء على مستوى البيت تقريبا ايجابية يعني بتفتح لك مجالات جيدة وخصوصا على مستوى التواصل او التوافق ما بينك وبين افراد العائلة ممكن تهتم ببعض التصليحات او الترميمات او تهتم ببعض الشؤون العائلية الاجواء ممكن يكون فيها بعض الاشياء السلبية ولكن اجمالا هي فيها نوع من انواع الايجابية ممكن تعزز علاقتك مع العائلة او يدعموك العائلة بمسألة معينة اما بالنسبة البيت الخامس الاجواء هنا بدولك دير بالك من اي مجازة في عاطفية خلال هذا اليوم او اشي العلاقة بالمغامرات العاطفية يعني بمعنى اخر بدك تنتبه من الحوارات والنقاشات الاستفزازات فتح مواضيع او نقاشات بينك وبين الاحبة اليوم حاول قدر الامكان انك ما تدخل فيها وما تتخذ قرارات حاسمة ممكن اليوم يصير فيه قلق على صحة احد الاحبة او احد الابناء اما بالنسبة البيت السادس فالاجواء هنا بتركز على مسائل لها علاقة بالعمل حاول انك تنجز اعمالك تدعمك بشكل ايجابي ولكن قلة الطاقة ممكن تخلي الاعمال تتراكم عندك حاول انك تنجزها وتهتم بصحتك حاول انك ما تخلي اعمالك مهملة او ما تهمل انجاز اعمالك ما تدخل برضو بخلافات ما بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل بالنسبة للبيت السابع الاجواء هنا بتركز على بيت الشراكي المالي والعاطفية يعني بين الازواج الاجواء برضو فيها نوع من انواع علامات الاستفهام دير بالك من خوض اي نقاش حاد ما بينك وبين الزوج او المعاندة او اتخاذ قرار لانه ممكن الامور تكون مش لصالحة فضبط الاعصاب مطلوب ما في داعي للمشاحنات اما بالنسبة للبيت الثامن الاجواء جيدة على مستوى الاموال المشتركة فممكن نتعزز بعض النقاط القوية اللي الها علاقة بالاموال المشتركة كمطالبات او كامور الها علاقة بأوراق او معاملات ولكن ما توقع على اوراق دون مراجعتها ودراستها او استشارة اهل الاختصاص انبق فيها اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء هنا بتعطل امور الها علاقة بالسفر وامور الها علاقة بالمراسلات وبدول لك ما تبالغ بالحظوظ اذا كان عندك امتحان جامعي او مقابلة او اتصالات او نقاشات في امور فلسفية او دينية حاول قدر الامكان انك ما تبالغ لانه شوي طاقتك انت ضعيفي فرح تنهزم بالموضوع وممكن انك انت ما تقدر تجادل او تجاوب بالاجابات الصحيحة والمقنعة اما بالنسبة البيت العاشر فالاجواء هنا بتدعمك على مستوى بيت السمعة الاجواء بتعزز من علاقتك ما بينك وبين رؤساك او زملائك بالعمل ممكن تهتم ببعض المسائل اللي لها علاقة برئيسك او بانجاز معاملات او بمؤتمرات او اشياء لها علاقة بالواجبات اهم شي انك ما تشوه سمعتك الاصدقاء والعلاقات الاجتماعية اليوم انت ما عندك طاقة كبيرة لهاي الامور فعشان هيك شوي ممكن انك تتعب او تعاند او انه ممكن انك شوي تستاء من تصرف بعض الاصدقاء الاجواء بحاجة للتروي اكتر انا بنصح انك تمشي الفترة هاي بشكل روتيني افضل ما انك انت تكبر الخلافات اما بالنسبة لبيت المتاعب فحكنا انه القمر موجود بالعذراء في بيت المتاعب اهم ما يميز او التوقعات لبيت المتاعب بيطلب منكم اليوم الانتباه بشكل جيد لصحتكم بيسيطر عليكم التعب بشكل واضح بتفكر في الغاء الموعيد والابتعاد عن الاضواء احمي نفسك من المحتالين ابتهدأ الوتيرة وبتتراجع الارباح والحيوية فترة محبطة جدا ومخيب الامال فعشان هيك بقول انا خليها بشكل روتيني تمشي بدون ما تجازف او تبدأ بشيء جديد برج العقرب طبعا اليوم النشاط رح يكون على المستوى الاجتماعي يعني بمعنى اخر اليوم صحيح انه طاقة ضعيفة شوي ولكن اليوم بتحاول انك تتواصل مع اصدقاء او مع معارف حاول قدر الامكان تضبط اعصابك ما في داعي لانك تهول الامور او تكبرها على اساس انه ما تطلع غلطان اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء بتضغطك على المستوى المالي بتفتح عليك بعض المتطلبات او المصاريف لزيادة وبرضو ممكن انه الفترة هيتكون ضاغطة ماليا انتبه من المصاريف لزيادة وانتبه على اموالك من السرقة والضياع اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء تقريبا جيدة على مستوى الاتصالات يعني اليوم رح تنشط باتصالات كثيرة وحوارات ومحاولات اقناع ممكن انك بتهتم بموضيع العلاقة بالدراسة او الها علاقة ببحث موضوع معين اهم شي انك تنتبه اثناء قيادتك للسيارة وبرضو ما تبالغ بحضوضك اما بالنسبة للبيت الرابع الاجواء على مستوى البيت ضاغطة بشكل واضح فعشان هيك ممكن يكون في خلاف او نقاش او حوار ما بينك وبين احد افراد العائلة ممكن شوي تستاء من طريقة النقاش ممكن انك يكون في عندك عطل منزلي مش نقاش ممكن قلق على صحة احد افراد العائلة اما بالنسبة للبيت الخامس الاجواء هنا بتركز على مسائل الها علاقة بالوضع العاطفي بما انه القمر عامل تقابل مع الزهرة ومع نبت ومع الشمس يعني شوي الاجواء مش بالقوة بالعكس الاجواء فيها نوع من انواع الانتحاسة فعشان هيك منقول لك هنا دير بالك ما تبالغ بحضوظك الحظ ما بيدعمك نهائيا ممكن يصير فيه قلق على موضوع العلاقة باحد الاحبة او موضوع العلاقة بموضوع غرامي يعني زي نقاش حوار زعل ما بينك وبين الحبيب اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء هنا منقدر نحكي انها برضو ضاغطة على مسائل الها علاقة بالعمل فبنقول لك ما تخلي اعمالك تتراكم وما تهم الاعمالك وبرضو بدك تنتبه على صحتك من بعض التطورات فبرضو حاول انك ما تدخل باي نقاش او حوار حاد ما بينك وبين زملائك بالعمل اما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراك الاجواء فيها ايجابية بتعزز من علاقتكم وخصوصا ما بين الازواج بتعمل تقارب بشكل جيد وفي نفس اللحظة ممكن اتخاذ قرارات اليوم او تراجع عن قرار سابق يعني بمعنى اخر جيد للمصالحة ولا المحاورة ولا ايجاد بعض الحلول اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء هنا بتضغط برضو على الاموال المشتركة ممكن تتحاسب او تتساء يعني صير لك مسائلة على اموالك فحاول قدر الامكان انك ما تتصرف باموال الغير وبرضو في نفس اللحظة ممكن بعضكم يكون يسعى لامور الها علاقة بالدعم المالي اليوم مش مناسب لهاي الامور اما بالنسبة لبيت التاسع الاجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع اشخاص خارج البلاد او الدراسة الجامعية او الامتحانات وفي منكم رح يهتم ببعض الاوراق القانونية او المعاملات الاهم ضبط الاعصاب والاهم انك ما تبالغ بالحظ زي ما حكينا يعني الاجواء ابتدعمك بشكل جيد الحظوظ قوية حتى على مستوى امور الى علاقة بالسفر ولكن برضو بدك تكون حذر اما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة بيقولك دير بالك تشوه سمعتك ودير بالك انك تجازف او تغامر او تخالف القوانين حاول انك ما تتصرف ما تنتقد يعني ما تتصرف بعشوائية وما تنتقد وتوجه انتقادات ممكن تكون مفهومة بشكل غلط وبرضو في نفس اللحظة دير بالك انك تدخل باي مشاكل مع رئيسك بالعمل او مع زملائك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فالقمر موجود في بيتك 11 فعشان هيك بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الاصدقاء منكم ممكن يشارك في حفل او مناسب سعيدة اهم مش انك ما تبقى وحيد بل سارع للمشاركة والعب دور في محيطك ومجتمعك تتمتع بحضور لافت وشعبية واسعة الرؤية واضحة وما بجوز تجنب اخذ قرار الا اذا كان الموضوع انت غلطان فيه اما بالنسبة لبيت المتاعب فما نقول لك هنا بيت المتاعب يعني ضاغط شوي لانه بلش القمر يتجه بيتجاه بيت المتاعب فعشان هيك حاول انك تنتبه لصحتك ما تهم الاعمالك ما تدخل اماكن مجهولة يعني حاول قدر الامكان اتراقب حالك يعني خوفا من بعض المتاعب برج القوس طبعا القمر وجوده بالعذراء بشكل زاوية تربيع مع برجك فهذا الاشي بيخلي طاقتك شوي متقلبة وفي نفس اللحظة ما عندك القدرة الكافية لاتخاذ قرارات وممكن برضو تكون حاد طباعة توجه انتقادات او كلام لاذع فهذا الاشي ممكن يأثر عليك بشكل سلبي خلال هذا اليوم فحاول تشحن حالك بطاقة ايجابية قدر الامكان وتبعد عن المشاكل اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء جيدة وبتدعمك على المستوى المالي اليوم ممكن تعزز امور مالية بثقة ممكن تحصل على مكاسب او هبات او دعم معين او هدايا ولكن اهم اشي انك ما تبالغ بالمصاريف اكثر المحظوظين هم موليد العشرية الثالثين اما بالنسبة للبيت الثالث لا اليك دير بالك بدك تنتبه اثناء تنقلاتك وقيادتك للسيارة وبدك تنتبه لبعض الاعطال اللي الها علاقة اما بالسيارات او بالالكترونية اذا كان عندك امتحان او مقابلة بدك تدرس تستعد بشكل جيد ما تعتمد على الحضوض وفي نفس اللحظة اليوم ممكن يكون لك تعامل مع اخ او جار اما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت تقريبا ممكن يكون الوضع متقلب يعني ممكن تظهر بعض الخلافات او النقاشات او الحوارات او الاعطال المنزلية او خلاف ما بينك وبين احد افراد العائلة وفي منك ممكن يهتم بمسائل بيتي وعائلية زي مناسبات اهم ما تهملوها او تهملوا الواجبات العائلية اللي مو كليلا لكم بالنسبة للبيت الخامس طبعا هنا منقول لك دير بالك ما في داعي لأي نقاش او حوار او عتاب للاحبة خلال هذا اليوم وما تبالغ بحضوظك لانه بيت الحظ تقريبا ضعيف اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء هنا بتركز على العمل اليوم ممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة وممكن يبادر احد زملائك بمساعدتك في مسألة معينة او تنشط بمسألة لها علاقة بالعمل او توظيف او وظيفة او حتى مراجعات صحية ومتابعات صحية اما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراك المالي والعاطفية فهو ضعيف برضو فعشان هيك يبدأك تحذر من نقاش او حوار او استياء من تصرفات الشريك او انك انت تهمل شيء بخص الشريك يسبب لك خلاف او مشكلة معينة احذر من تصعيد الخلافات اما بالنسبة للبيت الثامن بيت الاموال المشتركة فالاجواء جيدة وبتدعمك بقوة فممكن تنجز بعض الامور اللي الها علاقة بالاموال المشتركة زي محاسبة بنك ضريبة تأمين او اموال لالك او مستردات مالية لالك يعني الاجواء بتدعمك بقوة اما بالنسبة البيت التاسع فطبعا الاجواء هنا ضاغطة على مسائل الها علاقة بالسفر فممكن يتعطى الموضوع العلاقة بالسفر او اتصال خارجي يزعجك او خبر يجيك من خارج البلاد او ممكن حوار على مستوى الجامعة او الدراسة او امتحان يكون ضاغط عليك فعشان اذا كان عندك امتحان او مقابل يبدأك تدرس وتستعد بشكل جيد اذا كان عندك موضوع سفر اذا يعني ممكن يكون فيه الغاء للسفر او انه يكون تنسى اوراقك او تنسى امتعتك اثناء السفر فبدك تتفقد كل هاي الامور اما بالنسبة لبيت العاشر فبوسعكم المحافظة على سمعتكم وانجازاتكم القائمة في مجال العمل يوم مناسب للي بيبحث عن عمل اهم اش انك ما تجازف بسمعتك او حتى باستقرار وظيفتك اتجنب التصرف الارتجالي ركز بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال لعمل اخر ونظم اعمالك كي تنجزها بالكامل اما بالنسبة لبيتك 11 بيت الاصدقاء فهو ضاغط برضو بسبب سوء تفاهم او حدية بالطباع او قلق من مسألة الهلاقة باحد الاصدقاء او خلاف بينك وبين احد الاصدقاء اهم اش ان طلب منك احد الاصدقاء مساعدة ما تخذله لانه بالمقابل انت برضو ممكن تحتاج احد الاصدقاء لجانبك اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء جيدة بتدعمك على مستوى الصحة وبتدعمك على مستوى الاعمال فامكانية انجاز الاعمال تقريبا نقدر نحكي جيدة ولكن الاهم انك انت ما تغامر بشكل كبير في اشياء لا علاقة بالاهمال الصحي او الاهمال الغذائي او اهمال راحتك برج الجدي اليوم الطاقة عندكم عالية وقدرتكم على انجاز كثير من المهام برضو قوية جدا اهم شي انك تشحن حالك بطاقة ايجابية وتتجه بكل الاتجاهات اللي عندك اعمال فيها لانه اليوم يعني عندك طاقة كبيرة والحظوظ بتلعب معك دور مناسب اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء هنا بتضغط على مسائل الها علاقة بالامور المالية عشان هيك منقول لك دير بالك من اي مجازفات او مغامرات مالية وانتبه على موالك من الصرقة او الضياع اليوم ممكن تنضغط باحد المسائل المالية او مشتريات او اشي بتعلق بالامور المالية بالنسبة للبيت الثالث الاجواء جيدة بتدعمك على مستوى الحوار والنقاش والاتصالات على مستوى الامتحانات المدرسية وبرضو المناقشات والتنقلات والسيارات الاجواء جيدة ممكن تهتم باحد هذه الامور اللي احنا ذكرناها ممكن بس اللي اعطال بالسيارات او ممكن برضو اشياء لها علاقة بداك تكون حذر اثناء تحركاتك او اثناء نقاشاتك اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء هنا بنقولك انها ضاغطة على مستوى البيت فهي ممكن تفتح خلاف او نقاش او حوار او ممكن تهمل اعمال منزلية او مثلا يصير فيه نقاش حواليك او حدث عائلي يشد انتباهك او يخليك تتوتر فحاول انك تضبط اعصابك اما بالنسبة للبيت الخامس من انواع الايجابية على المستوى العاطفي والحظ ولقاءك بالاحبة او التقارب ما بينك وبين الاحبة الاجواء ايجابية حاول انك تستثمرها فما يعني الحضوض جيد اليوم تحمل لك مفاجآت من نوع مميز فعشان هيك لازم تكون جيد وباستقبالها اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء هنا بتركز على مسائل لها علاقة بالعمل لها علاقة بالصحة فامنقول لك دير بالك على عملك ما تهمل عملك ما تهمل صحتك وبرضو في المقابل حاول قدر الامكان ما تدخل بأي نقاش او حوار ما بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل اما بالنسبة لبيتك السابع فالاجواء هنا بتقول لك يعني خلي علاقتك بالشركاء جيد الاجواء جيدة وهي يعني تنفع للمصالحة او تراجع عن قرار سابق وتعزيز العلاقة ما بينك وبين الشركاء اهم اشي ضبط الاعصاب ما في داعي للتهور ما في داعي لبعض الكلمات اللي ممكن انها تسبب نوع من انواع القلق في منك رح يقلق على صحة احد الاحبة اما بالنسبة للبيت الثامن فهو دعم ما ذكرناه بالنسبة لأحد الاحبة صحيا ممكن تقلق على احد الاحبة صحيا وبرضو بتركز على الامور المالية المشتركة فممكن اليوم تهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة بالاموال المشتركة او مسائلة او محاسبة فعشان هيك ما تجازف وما تغامر اليوم بالامور المالية واي امر اي امر مالي حاول انك تتراجعه وتدوره في مخك بشكل صحيح على اساس انه ما ينحسب عليك هفوة او تتحاسب عليك اما بالنسبة الى البيت التاسع فبتنشطوا في امور الها علاقة بالسفر والاتصالات هذا اليوم اهمش انك تكونوا اكثر وعي على طرقات خاصة اثناء قيادة السيارة بين المدن الفترة هاي فيها اندفاعات او بتندفع او اندفاعك وحماسك ممكن يتركوا اجمل الانطباعات عنك بسبب حيويتك الفائضة تطمئن خواطرك وبتختفيها وجزك فترة ايجابية جدا فما تضيعها عليك وما تضيع الفرصة اما بالنسبة للبيت العاشر فالامور على مستوى بيت السمعة ضاغطة فعشان هيك لا تشوه سمعتك وما تجازف ما تغامر ما تدخل باي شيء مشبوه او اعمال مشبوهة بينك وبين اي شخص حاول انك ما تخالف القوانين ما تحتد اثناء تعاملك مع الاداريين او مع زملائك في العمل وما تهم الاعمالك اما بالنسبة لبيتك 11 الاجواء جيدة على المستوى الاجتماعي فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او تسعد بلقاء الاصدقاء الاجواء اجتماعي بشكل جيد ممكن يبادر احد الاصدقاء او زملاء بمساعدتك في مسال ما يعني حاول قدر الامكان المتاعب فهنا بنرجع على صحة احد الاحبة وبرضو بنرجع على امور الها علاقة بالصحة والتغذية والراحة بدك تهتم فيهم بشكل كبير وما تهمل صحتك نهائيا برج الدلو طبعا القمر موجود في البيت الثامن مش بيت حليف لائلك او مش برج حليف لائلك في العذراء وفي نفس اللحظة الكواكب اللي عندك شوي بتشكل زوايا حدي فعشان هيك نفسيتك متقلبة ممكن بتعاني من وضع صحي معين او بتعاني من قلة الطاقة او عدم الرغبة بانجاز كثير من الامور حاول تشحن حالك بطاقة ايجابية قدر الامكان على اساس انه يعني تقدر تتعايش مع هذا اليوم لا اصبر كمان يوم ونص وبعدين القمر بصير في بيت حليف ممكن يعوض كثير من الاشياء اللي قاعدة بتتعطل عندك اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء بتدعمك على المستوى المالي يعني في فرص لما كاسب مالية او حلول مالية او دعم مالي تجيك او موجودة ولكن بالمقابل في مصاريف وممكن المصاريف هاي تفوق للداخل عندك فعشان بدك تكون حذر على مستوى مصاريف اما بالنسبة للبيت الثالث الاجواء ضاغطة فعشان هيك بتعطيك عصبية وحدية في الطباع حاول ما توجه انتقاد ولا كلام لاذع للاشخاص اللي بتعرفهم برضو اذا بتتنقل بالسيارة بدك تكون حذر انتبه اثناء القيادة ممكن يصير في عطل اما في السيارة او في جهاز تليفون او جهاز الالكتروني ونقاش حاد ما بينك وبين احد الاخوي اذا كان عندك امتحان مدرسي او مناقش اليوم بدك تركز برضو بشكل جيد وما تعتمد على الحظ بدك تدرس وتستعد اما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الاجواء تقريبا فيها ايجابية بتدعم من علاقتك بافراد ممكن اليوم يحمل مناسبة او اهتمام باعمال منزلية تكون ايجابية اما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي فانا شايف انه بتحمل قلق على صحة احد الاحبة وممكن يكون فيه نوع من انواع التوتر او القلق او الانشغال العاطفي حاول قدر الامكان ما تعصب وما تحتد وما تزع على الحبيب منك وفي نفس اللحظة ما تبالغ بحضوضك اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء هنا بتركز على العمل في عندك اكثر من عمل انت مركز عليه حاول انك تنجز المهم فالاهم فالاهم يعني بمعنى اخر ما تحاول تنجز كل الاعمال مع بعض رتب اولوياتك وبرضو في نفس اللحظة بدك تنتبع صحتك ممكن يبادر احد الزملاء او شركائك بالعمل بمساعدتك في مسألة ما اما بالنسبة للبيت السابع فالامور برضو ضغطة على مستوى بيت الشراكة بتحمل نوع من انواع الخلافات او النقاشات الحدي ما بينك وبين الشريك او ما بينك وبين الزوج او الزوج فعشان هيك ما في داعي لاتخاذ قرارات هذا اليوم الاجواء مش مساعدة ومش داعمة وممكن يعني يكون الحق عليك او الغلط يعني ممكن انت خلص يعني تثبت عليك انه انت الغلطان مش انت اللي معك الحق اما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا هنا القمر موجود في البيت الثامن في برج العذراء اتفحصوا حساب مالي مشترك وخففوا من النفقات كون مرن وما تتنازل عن حقك شرط الامتناع عن فرض الرأي او التسلط به ابحث عن الحلول اللي بترضي مختلف الاطراف لا تهم الملف ولا قضية اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء هنا ضاغط شوي في بعض الاعطال او الاهتمامات باتصالات بعيدة او ممكن تنزعج من خبر من خارج البلاد او ممكن ان يتعطل موضوع الى علاقة بالسفر او يتصير في مشاكل في موضوع يعني وانت مسافر يصير عندك مشاكل فعشان هيك بدك تنتبه اثناء السفر اتفقد امتعتك اتفقد السيارة قبل التنقل فيها خصوصا على الشوارع المفتوحة بدك تكون حذر وبرضو احذر من الخلافات والنقاشات اذا عندك امتحان جامعي او مناقش لمشروع معين حاول انك تكون مستعد وما تعتمد على الحضوض اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء هنا بتركز على مسائل الها علاقة بالسمعة الاجواء جيدة وابتدعمك حتى على مستوى تقديم الطلبات للعمل او لا توطيد العلاقة ما بينك وبين رؤسائك او زملائك بالعمل الاجواء جيدة وابتدعمك حتى على مستوى مؤتمرات او على مستوى مواضيع او مشاريع اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء ضاغطة على مستوى بيت الاصدقاء دير بالك من الخلافات والنقاشات والحوارات ومن سوء التفاهم ما بينك وبين اصدقاءك اليوم عندك الحرارة الكاملة لملاقات الاصدقاء ممكن شوي اي موضوع يستفزك وممكن تزعل من صديق بسبب تدخله اما في شؤونك او انه افشاء سر لا اليك اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء دعم لا اليك يعني ما في اي قلق او خوف من بيت المتاعب لا صحيا ولا نفسيا ولكن صحة احد الاحبة هي اللي ممكن تلفت انتباهك اليوم او تهتم فيها او يكون عندك زيارة لمريض او اهتمام بمسائل علاجية برج الحوت طبعا القمر بما انه في العذراء يعني مقابلك تماما وهو بشكل زوايا تقابل مع الزهرة مع الشمس مع نبت فعشان هيك شوي الاجواء اليوم بتكون ضاغطة طاقتك بتكون يعني في ادنى مراحلها صحيح انه في ايجابية لوجود القمر في بيت الشراكي اللي هي تعزيز الامور الشراكي ولكن اللي بهمنا للبيت الاول اللي هي الطاقة فاليوم سهل جدا انك تفقد التركيز او السيطرة او تشعر بانك انت على وشك انه اه يعني ما في طاقة بمعنى اخر اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء هنا بتركز على مسائل الها علاقة بالمال صحيح انه الاجواء جيدة ممكن تعطيك بعض المكاسب المالية ولكن المصاريف موجودة انت بتبحث عن حلول مالية الاوضاع لسه ما وصلت للمكان الايجابي عشان يدعمك بشكل جيد على المستوى المالي فعشان هيك بدك تحذر من المصاريف والمجازفات المالية اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء بتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات وبرضو على مستوى الاهتمام بمسائل لها علاقة بالدراسة او الامتحانات ممكن اليوم يكون لك تعامل مع اخ اوجر اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء هنا بتركز على المسائل البيتية هي اكثر شيء مربك بالفترة هاي المسائل البيتية والعائلية الخلافات النقاشات الحوارات او الاعطال او حتى المشتريات كلها بتكون فيها نوع من انواع الضغط حتى على صحة احد افراد العائلة اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء على المستوى العاطفي تقريبا بدها نوع من انواع الاهتمام ما تهمل عواطفك ولا تهمل علاقتك بالحبيب برضو حاول انك توطد العلاقة ما بينك وبين الاحبة او ما بينك وبين احد الابناء وفي نفس اللحظة الحظ بدعمك في مسائل معينة ممكن تيجي بشكل مفاجئ اما بالنسبة للبيت السادس على مستوى العمل الاعمال الكثيرة ومتراكمة مش قادر تنجز او ممكن يكون فيه صعوبة في انجازها اهم شي انك برضو ما تهمل صحتك وما تهمل راحتك ممكن يبادر احد زملائك في العمل بمساعدتك في مسألة ما وبرضو ممكن انك انت تحمل كل شيء وما تقدر تنجز ولا شيء اما بالنسبة للبيت السابع طبعا بتتركز جهدكم حول البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاء سواء في العمل او العاطفي يعني ما بين الازواج كونوا اكثر تفاهما لوجهة نظرهم نسق بين مختلف الواجبات حافظ على هدوءك الكامل هاي الفترة فالضغط كبير والاوضاع ممكن تكون صعبة او تصعب اما بالنسبة الى البيت الثامن فالاجواء هنا بتركز على بعض المسائل ما زالت الاجواء مش القوة او الطاقة اللي انت ممكن تستفيد منها ممكن بعد يوم او يومين تلاقي الاجواء اختلفت على موضوع دعم مالي او اموال مشتركة او قروض او ديون او سداد ديون لا اليك ممكن تتعزز بالفترة القادمة فعشان هيك منقولك دير بالك اما بالنسبة البيت التاسع فالاجواء جيدة على مستوى الاتصالات لبعيدة وتواصل مع اشخاص خارج البلاد وممكن يجيك خبر من خارج البلاد يعني يفرحك او ممكن تهتم بدراسة او امتحانات او عندك مناقشة مثلا امور قضايا قضائية او اوراق قانونية كلها بتصب بمصلحتك خلال هذا اليوم اهم شي انك انت تكون مركز بشكل جيد على الامور اللي انت بدك اياها وما تجازف وما تبالغ وما تتخذ قرارات لانه ممكن ما تكون لمصلحتك اما بالنسبة لبيت العاشر على مستوى بيت السمعة بنقولك دير بالك تشوه سمعتك يعني بمعنى اخر ما تجازف وما تغامر وما تشوه سمعتك ما تدخل باي مخالفات قانونية او مواجهة مع رجال الدولة وبرضو مع رؤساك بالعمل وزملائك بالعمل ضبط الاعصاب برضو مطلوب ما في داعي للرهان على الحظ اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء هنا بتركز على العلاقات الاجتماعية وتحالف الاصدقاء معك او مبادرة احد الاصدقاء لمساعدتك الاجواء ايجابية وبرضو بتحمل بعض موليد برج الحوت دعوات لمناسبة او مؤازرة او اتصالات او ممكن بعض الاصدقاء يبادروا بمساعدتك في مساء المعينة عشان هيك يخلي علاقاتك الاجتماعية الفترة هاي يعني على على رأس القائمة لانه ممكن كثير من الامور تنحل من خلالهم اما بالنسبة لبيتك 11 بيت المتاعب فالاجواء هنا بتشكل نوع من انواع الضغط بسبب زاوية التربيع اللي بتتشكل ما بين الكواكب فعشان هيك منقولها كثير بالك حاول انك تنتبه لغذائك راحتك ادويتك صحة احد الاحبة ما تجازف ما تغامر ما تراكم الاعمال عليك وما ترهق حالك كثير اهم شي صحتك وراحتك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة